جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس من اللي رافع صوته أمين يعني إذا مرتك رفعت صوته عليك تغطول بالك مش هلاك البوكس ولا أسنانة تاكك قدامك بما بتعجي أنه أنا بطل المملكة في الملاكة وطل المملكة وانت ما كده عشين هزيمة انظر نها وهذا عقدة كثير من المتزوجين اللي زواجهم ما مفلح ما عنده إشي اسمه الصبر ومدارات الزوجة كثير من الناس شيخ والله شيك لي مسحور مسحور تخيير شمالة كان والله ما إلي اسموع منزوج ومشاكل مشاكل ليش يا أخي ناقشتها في عشر مسائل المرأة هاي أول غلطة المرأة لا تناقش أنت مش مسحور أنت مخبول أول قاعدة بالتعامل مع الزوجة أنها لا تناقش وإنما دارها تعيش بها ساير صح كلامك كلامك صح أنت مش نامع أصلا شو بتحكي صحيح كلامك مية بالمية طبعا ما شو حكيت عين خالص صحي مية بالمية ما شو حكيت ما هو دفكره بكلام فاووي زي وهذا العريس الجديد مشكلتنا في الوزان الجدد أول غلطة شما له بناقش قال يا أخي والله منزل انه كسرتها في المنقات فاكر حرما ابن تيمية مع بصر تناقشها هي كذول النشوب مظل أن يغلط فالحل ايش دي انا تعرف شو سوت في شو رفعت صوتها علي طيب هي رفعت صوتها علي وما ظلش ولا السن في ذمها شو تكتركب العطاقب ما صدقنا ولا سنان عار شو سوت شو رفعت صوتها علي امي هيك النسوها برفع صوتها وامك مين احساب للرسول بس هي امي وضاك الرسول تعامل فاشل رفعت صوت على مين على ابوي عصدقني ابوك بفهم جدك عشر مرات مع انه عامل نسوي حالك طالبين انت شو ابوك سوي قال والله ضحي كلا هيك والله ما عارب ايش ابوك سوي مش عارف لانه بفهم الحياة الاسرية بس انت حضرت اش تفهمش اصر الحق على الناس سايبك اللي تجوزوك وانا انت فاهم ايش بالحياة الاسرية ونازلت تقولي انا ايش مسحور انت مهبول نسمع كلام ما انزل الله بيمون سلطان واحد من الشباب قبل فترة اجع صلاة الفجر لوح بقوله شكلك ملبوس قاله خير افرد عينيك وامر امر قاله رجل الليل من امتفل ولا دونك اظنها بالمستشفى صبحت منيه اللي اعرف تاجع الفجر اصلا من معطر اليوم عن الدوام ده روح نام قاله اولا فكرت اكمعه ملبوس مبالغات احنا نقرب السحر ونقرب المس لكن وضع بهذا التوسع هذا كلام باطل بعد طلعت ايش عيادي واحد فاتح لنا انه فهم عيادة الراقل فلاني تبرى لتستمر هذه العياد شو عيادة ايه وفي زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه عيادات ولا كان فيه من وين جايب الكلام هذا يا اخي قال مش اخذ هذاك عارض مش عارف انا يعني شوف ابو بكر رضي الله عنه افهم الحياة الاسرية انت اللي مجننيننا نص المشاكل رايح عن نقاشات ولكنيش بتناقش بتناقش لاخت اختك بتتناقشش ما هي برضو ده مساعة وامك اماك اول واحد لا تناقش قال ما هي امي معها شهادة وزم ما هي هاي اللي معها شهادة هي هاي اللي مسكينة بزيادة كمان شوف ابو بكر شوف 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 وكثير من المشاكل بتدخل الاخ بوقف مع اخته بتصير ملحمة اخر ايش بتصالح الزوج وزوجت وبرجعوا حبايب وبيضلهم بتمشكل مع مين ما صيره وبيجي يزور اخته لا بيستقبل ومشاكل انتهت بين الزوجين وين صارت بين النس لانه هذا جاهل اختك جاي ماك لقتلي هو هتوقف معها يا اختي كل بيوت بصير فيها خلينا نسمع منه وتنشوف ايه والله بنعرف بيحترم ايه انت وكلا الله وزي ما ابوي صابر على امي ايه جلز صابر عليك وكلا الله الحياة بترشي هسه براجه هسه بشوف شوف توقف معها وين وهذا اللي ضربك والله ما اخليه نام الليلة والله لا روح له على الشغل بتاعه والله احرق الدق الشغل جاهل احنا يعني بس هذا حديث ابي بكر رضي الله عنه معلمنا الادب شوف 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 ساوى شوف اقرأ الحديث فأذن له فدخل فقال يا ابنة ام رمان وتناولها اترفعين صوتك على رسول الله اذا نوقف ضد مين ضد منته ما اقول يا رسول الله ما اقول شو زي انت ازعلتها ايه شو نوع الحكاءات يا رسول الله دلعها يعني صحيح انت رسول الله بس في عمور الدنيا انتم معلموا عمور دنياكم مني أخذ بالله على طول وقف ضد مين بابناته أيوة قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها مين اللي فزعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانت نوالها بسرعة بس هوا هددها ايه فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم حماية فشافت الموقف ايش ابوي شو مال اللي أنا متكع عليه شو ماله معناته احسن ايش اضل عند مين عند زوجي اما يقول لها البيت اللي رباكي ما راحه خلاكي خرب بيت بنته